زي ما كنت بقول دلوقتي خلينا نفهم الأول إيه أكتر أنواع السرطان اللي عادة بتصيب الأطفال أول حاجة يعني إحنا بنتكلم على الأطفال اللي هما من سن من ساعة الولادة لو بنتكلم على الأطفال لحد سن حوالي 18 أو 19 سنة الأكتر حاجة شيوعاً في الأطفال هي اللوكيميا الدم اللوكيميا اللوكيميا الدم أو السرطان الدم الإنفاوحات ده أكتر حاجة تاني أكتر حاجة هي أورام المخ أو أورام المخ والدماغ والحبل الشوك تالت حاجة اللي هي أورام الغدة فوق الكلوية رابع حاجة هي أورام الكلة وأورام الغدد المفاوية وكلمة أورام الغدد المفاوية دي كلمة كبيرة لأنه يدخل فيها كذا نوع أنواع كتيرة وبعدين أورام الأنسجة الرخوة وبعدين في السن الكبير شوية بيصاب الأورام العزام وده ممكن يجيب الكبار واللي هما المتوسطين السن والأطفال أورام العزم ودي حاجة من الهاجات اللي احنا بنشوفها كتير طبعا داخل فيها اللوكيميا الحادة النخعية بس أقل من اللينفوية أقل اللي هي واللوكيميا المزمنة بس ده أقل وأقل إنما أكتر واحدة شائعة عندنا أورام أو لوكيميا الحادة اللينفوية في الدم ثم إليها أورام المخ اللي احنا بنشوفها كتير طب دايما يا دكتور احنا كناس كبيرة بيقعد يقولوا مثلا إن فيه أنواع أكل معانة أو نظام حياتي معين أو نظام أكل معين ممكن هو ينشط الخلايا السرطانية لو بنتكلم بقى على الأطفال يعني لو طفل مثلا حديث الولادة ده لسه ما فيش أي حاجة تنشط أعتقد الخلايا دي إيه اللي ممكن يخلي طفل حديث الولادة يصيب مثلا بسرطان زي اللوكيميا سرطان الدم أول حاجة موضوع الأكل يعني لا يطبك على الطفل اللي هو لسه مولودة لا يطبك عليه لو حاجة بتسألينها على الأكل طبعا فيه حاجات تفضل في الأكل وحاجات لا تفضل أنا بحكلم من جنرال عمتا إن الشخص يبقى وزنه طبيعي إن الشخص يقلل كل اللي أحمل مصنعة يعني ده للبني آدم مش للأطفال بقى مش لكل ده لكل يعني مش للطفل أو حاجة معين أوكي إنما فيه عاوزين حقيقة تكلم على الحاجات الغذائية ولا عاوزين ندخل في حت لا يعني أنا سؤالي إنه إيه اللي يخلي طفل حديث الولادة زي ما بنقول دلوقتي إن ده الأكل أكيد مش مؤثر ده ما بيأكلش لا مش الأكل هو ليه دور مش الأكل هي دور يعني إيه اللي ممكن يخليه جيله يعني بييجي يعني حاجة من عند ربنا ولا فيه سبب مالوش أسباب معين بيبقى سيطاعات خلل في الجينات مش معنى كده إن هي ورصية إنما فيه خلل في الجينات ممكن هو ده اللي يعمل لوكيميا الدم أو يعمل بعض الأنواع وكل سن ليه مرض أكتر بيصيبه يعني السن مثلا أما بنقول مثلا واحد سنه سنتين ثلاثة غير اللي بيبقى سن 13-14 غير اللي 15-16 كل السن ليه مرض معين بيصيب هذا السن أكتر من الشخص طبعا طبعا خلينا نقول في كل سن إيه أكتر مرض بيصيبه يعني مثلا حديث الولادة البيبي من أول ما بيتويرد لحد مثلا ثلاث سنين اللي هو اللي قلتلك عليه تعليم اللي كيميا اللي كيميا بس اللي أكتر منه لو قلنا تضخم في البط أولا أي شكوى للطفل تحتر عماتا بس أيلة والله دي مهمة جدا يعني طبعا وأنا هتكلم على دي في التفاصيل نعم حاجة بتسأليه مثلا سنتين ثلاثة في حاجة اسمها ورام الغدة فوق الكلوية أو النيورو بلاستوم فأنت يقول لقيت شخص أنا مش لا أقصد أن كل واحد بطن منفخة يعمل حاجة لقيت شخص بطن منفخة بدون مبرر لازم يعني أحط في دماغي ليه منفخة وإيه سبب التنفيخة دي ومش كل حاجة له تضخم في بطنه وده بيسيب السن ده اللوكيميا في الدم بيبقى جايلك عيان شاحب بقلش مبيض أو فيه كدمات أو نقل دم غير مبرر ده مش الطبيعي أكيد أو الصفاح واطية فعملها زي حاجة زي كدمات أو بقع زرق أو بقع حمرة تحت الجلد أو خسسان بدون مبرر فده برضو يتحط في الاعتبار أو شحوب بلا مبرر كل هذه الحاجات ستتحط في الاعتبار للصغير والكبير السن الأصغر قوي أقل من سنتين لسنة 6-20 ساعات مثلا أورم العين يبقى تبص تلاقي العين يتاخد باله حتى ساعة ما يتصور عينه بيضة فلازم أنها تشوف هل ده حاجة طبيعية ولا لا تضخم في مثلا حتة مورمة نشاط واحد كان طفل أو شخ أو واحد صغير نشط جدا وبعدين لأنها بدون مبرر نشاطه أقل جدا أو حرارة غير مبررة بس مش حرارة يوم أو اتنين موضوع الحرارة ده لأمه عشان كده أنا بقول مش كل حرارة إيه بقى حينيقول فيه وقت هذا الكلام الصح حرارة غير مبررة لفترة طويلة ألم غير مبررة لفترة طويلة حتة زهرة سواء في البطن أو في بر أو حتة لفترة طويلة زغلالة في العين لفترة طويلة ترجيع بدون مبرر بدون مبرر مش أكل النهاردة تقيل ولا كان عنده نازلة معوية أنا بقول كده عشان يعني ما بقاش النمى استمراري واحترام شكوى المريض أو احترام شكوى الشخص المصاحب ليه بسبب أمه أو أبوه أو أخواته أو أولي الآخر أو في البطن لسه والله كنت بتكلم مع زيميلي أحمد في الإنترو إنه بقول إنه بداية جدا من الأمهات اللي بتلاقي مثلا ابنها أو بنتها بيشتكه ويقوله إيه لأ ده بيتدلع وهو يا حبيبي ما بيبقاش بيتدلع أو حاجة هو فعلا بيكون تعبين هو الرد أنا على الجملة دي يعني برضو الشكوى تحترم بس يعني المستمرة مش أول ما العين يقول أنا كذا يبقى أنا أبتدي أعمل وعمل أشعاعات وبقرخ يعني الشكوى المستمرة حرارة مستورة النقص في الوزن المستمر شحوب غير مبرر واجع حتى أبه في الجسم حتى برزة سواء في الرقبة سواء في البطن سواء في الحوض سواء في الرجل لازم تحترم هذه الكلام الخوف بقى دكتور من كل الكلام ده يعني أعتقد أن فيه أمهات كتير أو أهالي كتير بياخدوا بالهم من الأعراض دي جدا وبيروحوا يكشفوا بيحصل تشخيص غلط وأعتقد أن ده في حالات السرطان بالذات بتحصل كتير جدا وده اللي بعد كده بيأخر العلاج لأن المرض بيتم اكتشافه متأخر تمام وأنا موافعة على الجملة دي تماما اه إيه الحل في حاجة زي دي يعني أنا لو وديت ابني لدكتور واتشخص أنه عنده أي حاجة تانية ما قاليش أنه سرطان مركزة برضو معي أول حاجة احترام شكوى المريض وأهل المريض عمتا ده دي مهمة جدا ومش كل شكوى أعتبرها أصله وقع أصله تخبط أصله شال حاجة تقيلة مثلا يعني أصله مأكلش كويس يعني مش كل شكوى واستمرارية الشكوى دي نمرة اتنين وده مهمة قوي هذا الكلام إن الشكوى مستمر أكيد ونمرة ثلاثة حضرتك كان فيه مثلا عيان عنده عارض ومسلا وراح لحد من الزمل الدكاترا ودكاترا يدوله علاجة لو فضل العرض مستمر والأعراض مستمرة لازم يتاخد رأي دكتور تاني أو يتعارف السبب مش حاعد أقول أصل عنده حرارة أصله كذا فلازم أبقى أعرف ليه سبب الحرارة إيه سبب الشحوب إنه هو وشه شاحب إيه سبب الوجع إيه سبب الزغلالة إيه سبب الترجيع إيه سبب بطنه المنفوخة فهمين يا حديثة قزي إيه سبب إنه هو ظهر وجع طول النهار مبرر لهذا الكلام طيب أنا في بداية الفقرة كنت بتكلم بقول إنه هل في أصلا طرق للوقاية من السرطان أنا هرد على حضرتك يعني أول حاجة احترام شكوى العين ده مهم جدا احنا بنتكلم على الحاجة اللي في قدينا ده الوقتي دلوقتي إنه أنا احترم شكوى المريض سواء كبير أو صغير وابقى عندي مبرر للأعراض اللي عنده طبعا كل سن وكل مرض يعني كل ورم لو فتحنا فيه هقولك مليون ممكن يعني كذا حاجة أعراض كتير ممكن نفتح فيها اللي احنا شكين في حاجة في الجهاز الهضمي غير شكين حاجة في الغدد المفوية غير شكين حاجة في اللوكيميا كل واحدة من دور لها أعراض لازم تبقى مبررة عنش ده أول جزء الجزء التاني هل فيه حاجة تتعامل في الأطفال ما فيش حاجة أو تتعامل غير الاكتشاف المبكر يعني أنا ما يجيلي واحد مرحلة أولى غير تانية غير تالتة غير رابعة خالص دي قصة ودي قصة ودي قصة فالاكتشاف المبكر ده صغير أو كبير مهم جدا فدي نمرة اثنين نمرة تالتة انت بتقولي لحضرتك ايه الحاجات اللي احنا نقدر نتجنبها الحاجات اللي قدر تتجنبها ودي حتقص تبقى لها تأثير في السن الكبير أكتر إن هي الأكل الصحي إن أنا الوزن يبقى طبيعي إن يبقى فيه رياضة إن نبعد على الحاجات المصنعة كلها وأقل السكريات وأقل الحاجات المصنعة على قدمة تقدر مش معنى إن اللي حيبطل الحاجات دي حيخف أو مش معنى اللي حيبطل مش حيجيله إنما بتقلل احتمال الإصابة بالأورام وبتقلل احتمال الإصابة بالأمراض المزمنة عامة يعني العيشة الصحية بتليها تأثير إيجابي على الحياة بتقي من أمراض كتيرة طبعا مش بس السرطان هو نظام يعني healthy lifestyle healthy lifestyle دي مهمة جدا والرياضة إذا قدرتي والحركة وزي موقع تحقيق الأكل الصحي وأنواع الأكل وحاجات داخل فيها حاجات كتيرة جدا والإبتعد والتطعيمات يعني التطعيمات فيروس بي التطعيم اللي هو حاجات بتصيبعونك الرحم والبعد عن السجار في السن الأكبر والبعد عن الكحوليات كل ده بيقلل الإصابة بالأورام إن جنرال والعيشة الصحية عامة الرياضة والحركة والوزن الطبيعي دي جزء جدا مهم وأكل الأكل الصحي مش الحاجات المصنعة والسجار الحاجات المصنعة دي إيه اللي كارسة والله دي مهمة نبعد عن السكريات طب سؤال يا دكتور لو مش هقدر أمنع طفلي تماما من الحاجات يعني خلينا برضو وقاية آه ما هو ما بالزبط يعني ما هو هيروح يأكل من وراي صاحبه هيازم عليه بكنزة هيخدها هذه جدا ويشرب تلاتة وارا بعد كمان إيه المعدل يعني نقول نخلينا نمسك العصاية من النص أسمح له مثلا شيبسي مثلا كم مرة مثلا في الأسبوع الغمياء الغذية أنا إحنا بنتكلم عمتا ما فيش حاجة اسمها تديره كم مرة أنا رأيي إن عمتا إن هو اللي ليه عمتا عممي لو هو مثلا مثلا بيأكل عشر مرات في الأسبوع خليهم النص لو إدارتي نبعد عن الحاجات المصنعة ونشجعه على الحاجات التانية وبعدين أنا حقول لحضرتك الحاجة يفضل إن هو يعني كل من في المنزل ما يكلوش الأكل يعني مش هو اللي وحيد اللي ما يكلش والبقى يأكل لا طبع بيقلده إنما بالمعقول ومش معنى اللي هيبطل إن هو مش هيجيله حاجة إنما احتمال يقل مع الحاجات اللي قلتها لحضرتك عليك